أنا بعد تخرجي من مدرسة الموسيقى وبالية صار أكو هذا القاب أو الفراغ لما بلشت جامعة بس بقيت موضوع مثل خلي نقول بدمي لازم أنه أسوي شي للبالية بلشت أدرب الموسيقى وبالية خلال فترة الجامعة يعني بعدها فكرت أنه أنا يعني إحنا ما يصدر نبقى بس على الموسيقى وبالية هذا الشي ما رح يخلي فن البالية ينتشر ما رح يستقطب أكثر قدش ميسر نبقى بس على المدرسة أي بالضبط فيعني رح يكون حصرا للمدرسة أنت بهالحالة ما رح تخلي ينتشر ولا رح أكون ناس يعرفون به فطلعت بفكرة أنه أسوي أكاديمية أقدم بها دورات لطلاب اللي هم خارج موسيقى وبالية من غير مدارس من مدارس مختلفة فبديت أنه أمطي دورات بالية من ضمن الجدول بالمدارس الخاصة بعدها يعني خلي نقول أنه انفصلت سويت أكاديميتي الخاصة حتى تكون دوراتي هي للطالبات من مختلف يجوني بأوقات يعني بعض الدوام بأوقات الويكنس جمعة وسبت حتى يكونون مستمرين ويايا حسنا نريد شوية نرجع قبل أنت من الطالبات أو من المجموعة يعني صراحة كان عندكم تحدي كبير صحيح كان العراق يمر بأزمة كبيرة جدا يعني على قولتهم مبحى للبالية والموسيقى وهذا نهمل يعني نحكي بوضع 2006 2007 2008 وهذا ودو ما شاء الله عليكم يعني وطبعاً الفضل لأهلكم أيضاً اللي هما تحملوا هذا العناء وهذا التعب وهذا اللي نسميه المجازفة شوان كانت هذه الأيام ياريت شوية تنطينا وبعدين نرجع للحديث ايه هذه الأيام من أصعب الفترات اللي بحياتنا احنا كطلاب مدرسة الموسيقى وبالي موسيقى وبالي تعرف موقعها يخوف أساساً فالأحداث اللي تصير من هاي الجهة وهاي الجهة احنا نأكلها بالنص فبسبب هاي الفترة كل شوية طلاب تركوا وسافروا يعني مو بس اللي سافر أساساً اللي هما خايفين على أولادهم طلعوهم من الموسيقى وبالي خلوهم من مدارس قريبة من بيوتهم يعني فهذا كان يعني كل ما أذكرها شوان بقيتين انت؟ ما عرف شلون بقيت يعني كلش كانت صعبة أنا شفت اللي كل الأمور اللي صارت فترة 2006 و2007 كلها صارت قداميني أنا أقول لك فترة ممكن ما داوم شهر شهرين نقعد ها خلينا بقينا بهذا اللي هو التردد اللي ننقلها نبقيها صح زين خليها تقعد هاي السنة ما راح أخليها تروح للدوام تروح بس للامتحانات مرينا بها يعني أنا أذكر ثالث ابتدائي أنا مداومت كنت أروح للامتحان نصف السنة ونهاية السنة وقرب البيت بس حتى كانوا العازفين يغطون الآلات يغطون الآلات صحيح يغطون الآلات يعني اللي هي تبقى بالمدرسة واللي بالبيت حتى ما يسغل بالطريقة كوالغة حتى ما يأخذها ويجيبها بالطريقة يتعرض أي لأنه عادي بأي لحظة متفتيش هاي شنو حاطها بصندوق أي بأي لحظة كانت تتصير يعني شكرا ومشترك